الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أحبة الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا الجديد الدنيا لهف ولعب وقد ورد ذنب الدنيا في النصوص الشرعية كثيرة لذلك أود أن أقدم لكم نصائح مهمة فكونوا معنا إلى نهاية برنامجنا لعلنا نستمع ونستفيد منها بإذن الله تعالى أيها الإخوة الكرام قال الله تعالى في سورة الأنعام وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قال الصدر الأفاضل محمد نعيم الدين المراد آبادي رحمه الله تعالى تحت هذه الآية إن العبادات والطاعات هي من أمور الآخرة وإن وقعت من المؤمنين في الدنيا وقد ثبت أن الدنيا وما فيها لعب وله سفى عمل الصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل أيها الأحبة الكرام سميت الدنيا بهذا الإسم لدنبها وسبقها الآخرة لدنبها أي قربها من الإنسان بالنسبة إلى الآخرة أو لدنبها من القلب بسبب مجتهياتها هنا سؤال يطرح نفسه ما هي الدنيا؟ فالدنيا هي كل المخلوقات من الجباهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة بهذا نكون قد نتهينا من جلستنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها أستودعكم الله تعالى إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم